واشنطن منزعجة من تصاعد وطيرة التسليح الإيراني لجماعة الحوثي في اليمن زعاج رعكسه الطلب الأمريكي من مجلس الأمن الدولي ببذل مزيد من الجهود لتعزيز تنفيذ العقوبات وردع منتهكها واشنطن وجهت إداراً لتهران بالقول إنها لن تستطيع الاختباء وراء الحوثيين كثيراً وعلى الرغم من النفك الإيراني لعمليات تسليح الحوثيين عاد الملف إلى الواجهة بعد تداول فيديو للمرشد الإيراني علي خاملئي ونائب وزير الثقافة في حكومة ميليشيات الحوثي عبر مواقع التواصل إذ أظهر المقطع المصور المسؤول الحوثي يصف المرشد الإيراني بالقائد فما جدية إدارة الأمريكية هذه المرة بالتعامل مع تصاعد التهديدات الحوثية وهل هناك استعداد من واشنطن لفتح بؤرة توتر جديدة مع إيران؟ متبعة لهذه التساؤلات نرحب بضيفينا من القاهرة الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية دكتور عبد الملك اليوسفي أهلا بك دكتور اليوسفي ومن توب تاون في ولاية بنسلفانيا الضابط السابق في وكالة الاستخبارات الأمريكية سكوت أولينجر أهلا بك أيضا سيد أولينجر أبدأ معك أستاذ اليوسفي ربما ليس التحذير الأول أو ليس الموقف الأمريكي الأول ولكن القول صراحة بأن إيران تختبئ وراء ميليشيات الحوثي وهي تسلم هذه الأسلحة النوعية تبعنا أكثر من خمسة أشهر على العمليات في البحر الأحمر والاستفزازات وهديد الملاحة لم يكن الموقف الأمريكي أو حتى البريطاني وموقف التحالف حاسما هل تضاف اليوم أزمة جديدة واندفاع نحو الحسم الأمريكي في مواجهة الحوثيين واتهام إيران مباشرة تحية وتقدير لك أخي استاذ روير ولضيفك وللمشاهدين الكرام هو التعبير الرسمي الأمريكي اليوم هو عبارة عن تصاعد في التعبيرات الرسمية فيما يتعلق بتشخيص المشكلة الحقيقية التي تتعلق بالحوثيين وهو أن الصراع مع إيران وليس مع الحوثي الحوثي مجرد أداة نعم كان هناك تعبيرات أمريكية سابقة بهذا المعنى لكن لم تكن بهذه الصراحة التي تضع النقاط على الحروف بأن إيران هي من تدير المشهد وأنها تختبئ وراء ميليشيا الحوثي وبالتالي الإرهاب الحاصب في البحر الأحمر وخليق عدن والإرهاب هو امتداد للصراع في المنطقة والتصعيد الإقليمي القائم الذي تديره طهران عبر أدواتها المختلفة وبالتالي التعاطي مع هذا الإرهاب من قبل الإدارة الأمريكية لا بد أن يكون حاسما في تحقيق الهدف الذي أطلق من أجله حارس الإزدهار وهو حماية الملاحة الدولية من هذا الإرهاب إلا أنه بعد قرابة الداخلين في الشهر السابع بعد ستة أشهر من إطلاق عمليات حارس الإزدهار والإرهاب القائم ما زالت العمليات فاشلة ما زال الفشل قائما وما زال التهديد قائما ما زالت العمليات الإرهابية الموجهة ضد التجارة الدولية بوتيرة وإن كانت ليست مرتفعة كما في السابق إلا أن التهديد ما زال قائما وبالتالي أمريكا وبريطانيا تحتاج لإعادة تشخيص بقدر ما شخصت المشكلة أن تعيد صياغة المقاربات التي تعمل عليها من أجل إيقاف التهديد نعم هناك فشل أمريكي واضح وفشل بريطاني واضح في التعامل مع هذا الملف قد أعتقد أن الانتخابات الأمريكية القادمة ستفرز ما بعدها إفرازات جديدة لإعادة صياغة التحالفات في مواجهة هذا الإرهاب وإعادة صياغة المقاربات لمواجهة هذا الإرهاب حتى تحمى التجارة الدولية الطور الدفاعي الذي بدأت به حارس الإزدهار وإن كان انتقل للطور الاستباقي بالهجوم على قواعد إطلاق الصواريخ الباليستية ومخازن الطائرات المسيرة لم يحقق أهدافه أيضا الميليشيا الحوثي لديها خبرة كبيرة في مسألة التهرب أو المناورة من العمليات القوية القواعد المتحركة للصواريخ الباليستية أيضا تتيح الطبيعة الجغرافية لكثير من المناطق التي تتمركز فيها قواعد إطلاق الصواريخ تتيح لميليشيا الحوثية هذا ليس كبير من العمليات سأعود إلى هذا الوضع الميداني والحسن دكتور عبد الملك سيد أولينجر ما قاله السيد يوسف ضيفنا من القاهرة الفشل الأمريكي في منع هذه التهديدات الحوثية الخطة الأمريكية والبريطانية أيضا وصفها بأنها فشلت في مواجهة الحوثيين ووراءهم إيران تدفع باتجاه هذا الموقف الأمريكي والمتصل بعدم الحسن؟ أظن بأن زميل اليمن محق وعلى صواب فالبحرية الأمريكية قد أخفقت نعم ومع المملكة المتحدة الولايات المتحدة حاولت بمثلا وقف الحوثيين ولكن هذا بسبب انخراطهم مع إيران والتي هي المساعد الرئيسي للحوثيين بتقديم الأسلحة وأيضا الاقتصاد المصري قد تضرر كثيرا بفقدان الإيرادات من قناة السويس أعتقد أن الولايات المتحدة الآن تتحدث علنا وتقول إن إيران تدعم الحوثيين مباشرة ربما هذا إشارة إلى أن إدارة بايدن ستتخذ موقفا صلبا ضدهم وآمل أن يحدث هذا ولكن هذه الصلابة كيف يمكن أن تترجم على الأرض هناك الكثير من الملفات الخلافية الأمريكية الإيرانية وفيما وصفته واشتون بوست بأنه خجل أمريكي من مواجهة إيران أو ربما إخفاقات سيد أولينجر الأمر أظن يتعلق باستعمال المعلومات والمخابرات ولدى الولايات المتحدة القدرة على ذلك مثلا شحنات الأسلحة الإيرانية التي تبعث إلى المتمردين الحوثيين الولايات المتحدة لم تشر أو ربما ترددت في مهاجمة تلك الأهداف لأن هذا سيؤدي إلى قتل الإيرانيين ولكن من الواضح بأنه من الضروري استهداف شحنات الأسلحة الإيرانية قبل أن تستعمل من قبل الحوثيين وهذا شيء الولايات المتحدة كانت مترددة في فعله دكتور اليوسفي التردد الأمريكي اليوم يؤدي بعد هذه السنوات الطويلة رفع الحوثيين عن قوائم الإرهاب الأمريكية كان هناك نظرة اليوم أو ربما ضوء أخضر غير مباشر منحا لتهران لكل هذه الإمدادات وما قاله سيد آلينجر ملفت يعني هناك قدرات استخباراتية كبيرة جدا لدى الولايات المتحدة هناك أيضا فشل استخباراتي في هذا السياق حتى نكون صادقين وحتى أطرح النقاط على الحروف الولايات المتحدة الأمريكية لفترة طويلة كانت تشارك سفنها في عرض البحر في المياه الدولية في القفض على شهنات أسلحة قادمة للحوثيين حتى قبل الأحداث الإرهابية القادمة لسنوات طويلة حتى يكون المرء صادقا لكن في ذات الوقت وحتى نكون موضوعيين هناك جماعات ضغط في الداخل الأمريكي حاملت ضد مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية لعبت بالبيضة والحجر فيما يتعلق بملف الحوثيين لديها مواقف عدائية أيديولوجية معادية للعرب كانت تعتقد أن ميليشيا الحوثي قد تحقق لها أجدات معينة فعملت ووصلت حتى وجدت في الإدارة الأمريكية وعملت ضد مصالح أمريكا أولا دعني أنا أخاطب ضيفك الأمريكي أن ما حصل هو لعب بالنار أضر بالمصلحة الأمريكية قبل مصلحتنا كعرب وقبل مصلحتنا كيمنين الخطوط الحمراء التي كانت تضعها أمريكا ووريطانيا في النقاط الفاصلة في معارك تحرير اليمن من هذا الإرهاب كانت أحد الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية التعامل بنعومة مع إرهاب واضح يتعارض مع القيم الأمريكية أيضا كان من الأخطاء الاستراتيجية التي وقعت فيها الولايات المتحدة الأمريكية التعامل على القرائم ضد الإنسانية التي تقض الضمير الإنساني وتوقع أي ضمير إنساني حر أنا أتحدث بالقيم الأمريكية كل تلك أخطاء استراتيجية أدت لتمكين ميليشيا الحوثي للوصول لهذا الصلف الذين أقولها نحن نكتوي بالنار ونحن تحت المطار لا يهمنا الآن أي زيادة في منسوب الأمطار لأننا قد اكتوينا بالنار كثيرا أنا أقول اليوم الهيبة الأمريكية تهان على يد نفس الأداة التي حاولت جماعات الضغط التي لعبت بالبيضة والحقر مع ميليشيا الحوثي اليوم أمريكا تهان على يد ميليشيا الحوثي أمريكا تبدو عاجزة عن التعامل مع هذا التهديد الواضح والتي صنعت وعدا واضحا أنها من خلال حارس الإزدهار ستوقف التهديد وبالتالي أمريكا أصبحت أمام العالم مكشوفة عاجزة غير قادرة على تحق الأهدام فأنا أقول هذه الأضرار على أمريكا التي ارتكبها أمريكيون يمارسون السياسة في جماعات الضغط وناس وصلوا إلى دوائر القرار الأمريكي كانوا يعملون في الشرق الأوسط وكانوا على تواصل مع جماعات التي تعمل مع إيران كانوا على تواصل مع طهران بشكل مباشر هم من يمسكوا ملفات الشرق الأوسط ولعبوا بالبيضة والحقر في الملف اليمني وهاهم اليوم يكتوون المواطن الأمريكي الذي وصلت إلى جيبه تأثيرات الإرهاب بالتأثير على سلاسل الإمداد يكتوي من تلك النار ومن ذلك العبث بالنار وبالتالي أنا أعتقد الآن هم في ورطة جماعة الضغط التي عملت على ذلك إلغاء تصنيف ميليشيا عبارة عن عرض لمرض حقيقي كان موجودا في الداخل الأمريكي عبر عن نفسه في تعبيرات آياد مرتعشة حتى بدايات حارس الإزدهار كانت عبارة عن عمليات تحذيرية رسائل اليوم المواطن الأمريكي الناخب الأمريكي يدرك أن ذلك وصل ووصل أمريكا وبالتالي أنا أعتقد أنه هذه بقدر ما هي خلخلة الوضع في اليمن وصنعت الطراب السياسي وصلنا تأخر في مواقهة هذا الإرهاب اليوم ستفرز موقف جديد وأعتقد أن الوات المتحدة الأمريكية سيكون صانع القرار في الإدارة الأمريكية ونعتقد أنه سيكون جمهوريا وبغض النظر جمهوري أو ديمقراطي سيكون مقبرا لاتخاذ إقراءات حاسمة لمواقهة هذا الإرهاب إعادة صياغة التحالفات التحالف مع الدولة اليمنية الشرعية التي يتعامل مع العالم كله مع الإقليم هناك أرضية قانونية لأكثر من 12 قرار في مجلس الأمن تتيح التدخل بشكل بناء على تلك المنظومة بما يتعلق بتهريب الأسلحة ومنع الأسلحة الذي هو محور حديثنا اليوم القرار 26-24 مجلس الأمن وهو أحدث قرار وصم ميليشيا الحوثي بوصمة الإرهاب ومنع السلاح عنها بصفة الإرهاب هذا غير القرار عد 216 وما تلاه من قرارات كلها تمنع وصول الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي إلا أنه سفير بريطانيا قبل شهر ونيف كان تحدث في جلسة لمجلس الأمن أن السلاح ما تزال تصل إلى ميليشيا الحوثي عبر ميناء الحديدة والتهرب من التفتيش وأنه يقف ذلك هذه المسائل كلها كيف تسكتون على تهريب على خرق لقرارات لمجلس الأمن وعندما يمسكم النار تعتبروا أنه لا بد من إيقاف هذا طيب واليمنيين الإنسان في اليمن الأمن المنطقة لا يعنيكم يا أخي تصرفوا بإنسانية إرفعوا للقيمة الأمريكية لن نحدثكم بكي منها عندما يعترف مسؤولون أمريكيون بأن الضربات العسكرية لم تستهدف سوى 20% من قدرات الحوثيين هناك ضعف للأجهزة الاستخباراتية الأمريكية ذكرته منذ قليل لم يكن هناك اهتمام في السابق من قبل هذه الأجهزة بيئة الملف اليمني صعوبة استهداف المخازن التقنيات التي استخدمتها الولايات المتحدة وأيضا بريطانيا في حامي الازدهار أيضا لن تحقق هذه النجاحات إيران ستزود الحوثيين بمزيد من الأسلحة تبقي هذه التهديدات وبالتالي الإدانات الأمريكية لتهران لن تؤتي بأي نتائج مرة أخرى للأسف أتفق طبعا مع جميع ما قاله زميل من القاهرة هناك لوبي نعم مع هو موال لإيران في الولايات المتحدة وهو الذي جعل سياسة الولايات المتحدة مرنة وحتى فقدنا الصوت مع سيد أولينجر حتى يعود إلينا من جديد ضيفنا من طبطن سيد اليوسفي أعود إلى إجابتك سيد أولينجر للأسف للأسف هذا ليس فشلا استخباراتيا هذا فشل إيرادة دولية هذه الإدارة ليس لديها الإيرادة لحل الأزمة لأنها تخشى من أن تتصرف بقوة ضد إيران وللأسف برفض أن تقف بقوة أمام إيران فإيران لا تزال تسلك هذا السلوك الخبيث إنها الدبلوماسية الواحد مع واحد ولكن للأسف الولايات المتحدة تخفق سياسيا الإخفاق السياسي دكتور يوسف الذي ذكرته منذ قليل وسيد أولينجر يوافق على كل هذه النقاط إلى أين سيدفع بيئة الحوثيين وإلى أين سيدفع بإيران بداية أحيي زميلي من واشنطن مستر أولينجر على صراحته وعلى المكاشفة في تشخيص الوضع وتأكيده بأن هناك لوبي داخلي أمريكي وجماعة ضغط أمريكية تمارس ممارسات ضد الولايات المتحدة الأمريكية لا أتحدث عن المنطقة ولا مصلحة المنطقة ولا مصلحة اليمن وبالتالي أعتقد أنه الآن الذي يتوقب على الولايات المتحدة الأمريكية وأعتقد أن الأحداث ستفرز ذلك هو إعادة صياغة الاستراتيجية العسكرية وتحويل هدف حارس الازدهار من حماية الملاحة الدولية إلى القضاء على الإرهاب وهذا هو الوضع الطبيعي أعود إلى الأرضية القانونية لهذا التحرك تعرف أنه فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في حجة التحالفة الدولية لماذا؟ الاتحاد الأوروبي تحرك منفردا خارج حارس الازدهار الهند تتحرك منفردة الصين تتحرك منفردة العالم كله منزعج مما يحصلوا في باب المندب والبحر الأحمر وخليق عدن حتى روسيا منزعج رغم الصراع العسكري بين أمريكا بين روسيا والغرب ولا يمكن لروسيا أن تدعم الحوثين في مبارسة هذا الإرعاب طيب هذا الانزعاج الذي وصل إلى مستوى مرتفع جدا لماذا لم يقنع العالم في صنع تحالف دولي قادر على حماية تنبليل أحد دولية لأن المقاربة كانت خاطئة الوضعية القانونية والأرضية القانونية التي انطلقت منها عمليات حارس الازدهار عبارة عن قرار منبت بعيد ليس له أرضية صلبة لكن عندما نرجع إلى البنية القانونية للقرارات المتعلقة بمليشيا الحوثي أكثر من 12 قرار من مجلس الأمن فيها كثير من الخلفية التي يمكن أن تعتبر حيثيات لقرارات قادمة يبنى عليها لمواقهات هذا الإرهاب هناك ثوابت يتكاد تكون قائمة في الأرضية القانونية الصلبة المتمثلة في قرارات مجلس الأمن يمكن البناء عليها وبلورتها لعمل استراتيجي ليس فقط لمواقهات هذا الإرهاب وإنما أيضا من أجل صناعة الاستقرار في اليمن من أجل استقرار المنطقة هذه المسائل كلها تحتاج إلى إعادة النظر أنا أعتقد أنه اكتوت الإدارة الأمريكية واكتب صانع القرار الأمريكي من الإخفاقات السابقة والأياد المرتعشة السابقة وهذا سيستوقب إعادة صياغة التعالفات منان على القانون الدولي والأرضية الصلبة المتمثلة في قرارات مجلس الأمن السابقة مقاربات مقنعة لبقية الفاعلين في المجتمع الدولي قرارات مقنعة أو مقاربات مقنعة للإقليم لينخرط في مسألة لأنه اليوم دول الإقليم تنظر إلى ما يحصل في البحر الأحمر عبارة عن تصعيد وتصعيد مضاد يهدد استقرار المنطقة وبالتالي دول المنطقة غير موافقة على ما يجري هل يمكن أن ننتظر خلال الأيام القادمة مقاربات لإعادة صياغة التعالفات أولا بناء على الأرضية القانونية القائمة في مجلس الأمن وقرارات مجلس الأمن وبالتالي ينشع عنها استراتيجية عسكرية ترتبط بمحاربة الإرهاب أولا ثم بصناعة الاستقرار لليمن واستقرار المنطقة ثانيا هذه المسائل هي التي تفرزها الأحداث وأنا أعتقد أنها قادمة وأن ما سيحدث قادما هو الذهاب إلى مقاربات تتحول أهداف حارس الإزدهار أو أعتقد أن حارس الإزدهار سيوضع جانبا أو إنشاء تحالفات جديدة يكون هدفها القضاء على الإرهاب وليس حماية التجارة الدولية من الهجمات سيدة أولنجر الإنذار الأمريكي لطهران عندما تقولها لا يمكن الاختباء وراء الحوثيين دعوات مجلس الأمن لحماية الملاحة الدولية منع ميليشيات الحوثي من الإقدام على التهديدات ومن يقف وراءها وردع منتهكي هذه تنفيذ الجهود الدولية لردع ما قد يقدم عليه الحوثي في اليمن وفي البحر الأحمر يرتبط من جديد بالتسليح أي قرارات مطلوبة من مجلس الأمن الدولي بعد الإنذار الأمريكي ودعوة المجتمع الدولي أعتقد بأنه من الممكن بالنظر إلى إخفاق عملية طبعا حارس الازدهار فالولايات المتحدة الآن تنظر في العمل ربما من خلال الأمم المتحدة لمواجهة هذه التهديدات كما ذكر زميلي وأظن بأنها ربما يمكن أن تجمع عددا أكبر من القوات البحرية لأن البحرية الأمريكية مع العديد من مناطق النزاع مثل تايوان فهي طبعا الآن ليست كبيرة جدا ولهذا نرى الولايات المتحدة طبعا تقاتل وتصارع الحوثيين وتعاني ولا تحاول القضاء الآن على الحوثيين ولكن على الولايات المتحدة أن تعيد الثقة مع حلفائها كمصر والسعودية مثلا لأن السعودية أيضا كانت منخريطة بقوة في اليمن والولايات المتحدة في سنوات ثلاثة الماضية كانت ضد ذلك الانخراط السعودي والسعودية كانت منخريطة في اليمن ولو سعدت الولايات المتحدة السعودية في تلك السنوات لكنا نرى ربما الأمر مختلفا الآن ولم نكن لنرى هذا التهديد ضد الملاحات الدولية الولايات المتحدة عليها أن تستهدف الإرهابيين وتجمع العديد من الدول بدلا من الدفاع فقط مع هذه القراءة لأسيد سكوت أولينجر الضابط سابق في وكالة الإسخبارات الأمريكية أشكرك جديد الشكر كنت معنا من ولاية بنسلفانيا وتحديدا من مدينة توب تاون وأشكر أيضا ضيفنا دكتور عبد الملك اليوشفي الباحث في شؤون السياسية والإستراتيجية المعروف من ستوديوهاتنا في القاهرة ترجمة نانسي قنقر